وللحديث عن تفشي فيروس كورونا في العراق ينضم إلينا من بغداد الطبيب الأخصائي دكتور إبراهيم سليمان مرحبا بك دكتور إبراهيم اليوم أعلنت وزارة الصحة في بغداد تسديل حالة وفاة في النجف وعشر إصابات جديدة في مختلف أنحاء العراق ليرتفع عدد الوفيات إلى تسع حالات وثلاث وتسعين إصابة بحسب طبعا الأرقام المعلنة إلى أي مدى تتوقع أو تصف دكتور أو يمكن القول أن الوباء الجديد أو هذا الفيروس المنتشر هو قد خرج عن السيطرة في العراق مساء الخير هذا الموقف الرسمي الذي يقول إصابات 93 والوفيات 9 أنا في شك من هذه الأرقام هذه الأرقام المعلنة وما خفية كان أعظم كيف يعني؟ كيف يعني؟ نعم أول شيء الإجراءات الاحترازية التنقل بين المحافظات أن الآن توقف التنقل بين كرخ ورصافة توقف الإصابات أنا عندي معلومة من شواهد عيان في فنادق في كربلا وفي النجف مليئة بالمصابين وعليهم عجر صحي لأن ما عندنا مستشفيات ما عندنا مستشفيات تتحمل هذا العدد الهائف يعني بهذه الحالة يمكن القول بأن هذا الفيروس قد خرج عن السيطرة في العراق؟ نعم 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 طبعا يخرج مؤسساتك الصحية اللي موجودة في بغدار تعبانة كلش أبسط مقومات الحياة ما بيها فأتوقع أنت يعني أما أستعدت هذه المستشفى السسمة هذا هذا المستويه عزل مهم لهذه يعني إذا يجون كل اشتباه حال اشتباه مو اشتباه يعني عراض انفلوانزا يدخل يأخذون مسحة 3 أيام 4 أيام يدزوها المختبر الصحة المركزي افتهمت عليها تضع سالبة يقول هذا شفا ما تريد شفا 3 أيام إذن التشخيص غلط التشخيص طبعا غلط اللي موجود في مؤسسات الأصراعية السلطات في كردستان العراق فرضت حظرا للتجول في محافظتي أربيل والسليمانية لمدة 48 ساعة يعني كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا دكتور يعني هذا الإجراء سيساهم من وجهة نظرك في تقليل سرعة تفشي الفيروس المستجد؟ بالتأكيد بالتأكيد ترى هذا الصين كان شعبها متحاون أنت من تريد تعلن منع التجول ترشي للشوارع والمحلات والدنيا تقيد تقيد حركة الازدحامات لأن هذا الفيروس ينتقل عن طريق اللوت على الزحامات المناطق الموجودة بس نحن نقدر نحن كعراق نقدر إذا نتدت الحدود الإيرانية نقدر نسيطر على المرض نسبيا بالتوجيه المشكلة في الحدود المفتوحة ما بين العراق وإيران مفوضية حقوق الإنسان دكتور في العراق أكدت أن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس مقارنة بعدد الإصابات يثير القلق حيث تشكل نسبة الوفيات بحسب الأرقام المعلنة عشرة في المئة لماذا هذه النسبة في العراق تحديدا بينما المعدل الطبيعي للوفيات في أغلب دول العالم لم تتجاوز ثلاثا في المئة لماذا في العراق يعني عشرة إذن الرقم كدف الإصابات أكثر من 200 أو 300 إصابة يعني إحنا عدنا 2% فيفترض عندك أنت 400 إذن 8 أو 10 بالمتوفيين فـ 2% المفروض عندك الإصابات أكثر من 400 أو 450 نعم نعم مفوضية حقوق الإنسان دعت اللجان المعنية لاتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة وإطلاق الأموال الكافية لتهيئة وتأهيل أكبر عدد من مراكز الإيواء والحجر الصحي والتشخيص وما إلى ذلك دكتور هل يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع في العراق؟ حبيبي هاي لجنة الأزمة تسوي أزمة من وزير الصحة وأربعة من أجوه وأربعتهم على الطباء وهان يعرفهم مجهورين من قبل أحزاب يعني يمثلون أحزاب بلاءها ليس للعراق يعني أيضا دكتور إبراهيم بالتزامن مع محاصرة القوات الحكومية فندقا في النجف يعني القوات الحكومية بحسب الأنباء التي وردتنا هي تحاصر فندق في النجف يضم زوارا إيرانيين مصابين بالفيروس أكدت لجنة الخدمات البرلمانية استمرار الرحلات الجوية يعني هم يحاصرون هذا الفندق الذي فيه زوار إيرانيين ولجنة الخدمات البرلمانية تؤكد استمرار الرحلات الجوية ما بين العراق وإيران أين الإجراءات الحكومية؟ حبيبي هسا قبل وقت ساعتين ثلاث ساعة نزلت طائرة شحن إيرانية في مطار بغداد الدولي على أساس مرضى حراقيين جائبتهم يعني مرضى قلبه ومرضى إحنا من تنقل مرير هسا من منطقة موبوءة يعني يعتبر كيرير كيرير يعني حامل للفيروس هسا أوجدوهم ودبوهم في مطار بغداد الدولي الآن قبل ساعة نزلت طائرة شحن إيرانية طيب الآن ماذا على المواطن العراقي أن يفعل؟ المواطن العراقي ما إلى غير بس الله بس الله المواطن العراقي أن حكومته مع الأسف ديالي إيران ديالي إيران شكرا لك دكتور إبراهيم سليمان الطبيب الأخصائي كنت معنا من بغداد